في حوار مع أحد الأصدقاء قال الدين حاجة لا غنى عنها لكل إنسان قلت إذا كان الدين حاجة فأن الإلحاد حاجة أهم وأخطر وأجدى بل وأتقى من كل حاجة أخرى ثم تساءلت لماذا نعتبر أن الإلحاد سيء كله وأن الدين حسن كله لماذا لا نكون معتدلين ونفكر بطريقة محايدة وننصف الإلحاد من جهة والدين من جهة أخرى السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته كما سمعتم جرى هذا الحوار مع أحد أصدقائي ولا بد أن أشير إلى أنني بعد أن أوري التفاصيل هذا الحوار سأكشف بعدها في القسب الثاني من الحلقة عما يشبه المفاجأة التي قد تغير اتجاه الموضوع والحوار كليا المهم سأحاول أولا تفصيل الحوار الذي جرى بيني وبين هذا الصديق في البداية قلت يقولون أن الدين حاجة والحقيقة أن الدين إذا كان حاجة فلا بد أن يكون الإلحاد حاجة أيضا الصديق قال لي كيف هذا وما هو دليلك قلت دليلي أن كلامك الذي نطقت به بأن الدين حاجة لا دليل عليه فهناك أولا نحو مليار إنسان لا يؤمنون بأي دين مع أنهم أحرار في الإيمان بأي من الأديان ولو كان الدين حاجة لما استغنى عنها أي إنسان الأمر الثاني أن كلما تبقى من البشر من الذين يعتبرون أو محسوبين على الدين فهم مرغمون بالوراثة على الانتماء لدين ما لكنهم ليسوا أحرارا في اختيار الدين الآخر وهذا طبعا لا بد أن نشير إلى أن الدين ما هو تعريف الدين بعض الشعوب لديها دين لكن الشعوب الأخرى لا تعترف بأنه ما يصفه البعض بأنه دينهم لا يعتبره الآخر دينا حتى وليس فقط دين مختلف لما حتى لا يعتبر دينا ولا يفهمون هذا الدين الذي هم عليه كما حصل عندما غزى الإسبان الأمريكيتين واكتشفوها ووجدوا الهنود الحمر ولم يعرفوا ما معنى الطقوس أو الأشياء التي كانوا يقومون بها وبعد فترة بعد قرون حتى فهموا بأنهم لديهم دين خاص الأمر الثالث قلت لصديقي بافتراض أن الدين حاجة أساسية فلا بد بالتالي أن يكون الإلحاد حاجة أساسية أيضا لكل مؤمن وليس لكل ملحد فهذا المؤمن لا يمكن له أن يكون مؤمن حقا إلا إذا مر بطريق الشك والإلحاد فكيف له أن يعرف طريق الإيمان حتى لا نتحدث عن موضوع الله لأن الله كثير من المؤمنين ربما مؤمن لكن لا يحتاج وجود إله بعض الأديان لديها هذه الحالة بعض الأديان لا توجد حتى عقيدة مثل البودية مثلا لا يوجد لا إله ولا عقيدة بعض الأديان حتى مجرد طقوس فقط بالتالي أنا أقول قتلة هذه الحالة الثالثة بأنه ما دام الحاد أيضا حاجة فالإيمان يصبح عملية تفاعلية لا يمكن أن يوجد الإيمان لوحدها كذا شيء مطلق مستمر ويرفض وجود أي شيء آخر مقابل له لا يمكن أن تنتج الأشياء من فرعه وإلا تم أغلاق المعابد وأماكن العبادة وعزلت الناس فبالتالي يعني ماكو داعي واحد هاي المتدينين رجال الدين مالين المدن وعبر التاريخ وجودهم موجود وشغلهم ماشي فبالتالي لو كان الدين حاجة فماكو داعي لوجود رجال الدين يعني ماذا يفعلون الدين ما دام حاجة حاجة كالأكل والشرف فالإنسان يعني تلقائياً وغريزياً يسير خلف حاجته ويجد ما ويغذيها بطريقة أو بأخرى لا يحتاج من يخرج له ويعلمه كيف كيف يحصل على حاجته كما تحصل النباتات والحيوانات والشائنات الحياة على حاجتها الكاملة من أي شيء تريده وإلا انقرضت وعليه فإن القول بأن الدين حاجة وخاصة هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة وتلقفها منهم أتبعهم لأنهم لا يفكرون ولا يفهمون ما يقال إنما ينقلون ما يتحدث أو يدعيه رجال الدين والكهنة خاصة هؤلاء يسوقون لدينهم ويقولون الدين حاجة أساسية فطرية فبالتالي لماذا يعلمون ويلقنون الناس هذا الدين الخاص بهم فهذا الوحد يكافي لتدليل على أنهم أناس كذابين ومنافقين نسبة كبيرة معكم لا أعمم على الجميع الأمر الرابع قلت له أن الإلحاد يعني هو مثل الدين يعني ليس كله سيعا ولا كله جيدا فضل عن أنهما وجهان لعملة واحدة وبالمناسبة قلت لأنه الوثنيين عندما ظهرت المسيحية وحتى في فترة الإسلام اتهموا المسلمين واتهموا الأوائل واتهموا المسيحيين أوائل بأنهم ناس ملحدين ولا يعرفون طريق الله وأنهم يجدفون ويهرطقون وهم زنادق وبالضبط نفس التهم التي ألقاها المسيحيون على الآخرين والمسلمين أيضا فبالتالي المسألة كلهم يدورون في لجة البحر نفسها بحر الديني فالدين يوجد فيه ما هو مضاد الدين والدين لكنه مضاد الدين هو الملحد ربما يكون بالقسم الثاني رح نوضح الفرق بين الدين والإيمان والإلحار كان جواب صديقي نوعا ما بحده وبنوع من الذكاء قال أنه أنت تقول بين الإلحار والحاجة وليس الدين فهذا كيف ممكن أن يكون خاصة أنك تضعهما معا وتدعي أنهما لا يدوران إلا في المداري نفسه قلت يعني أنه الإلحار هو في الوقت نفسه السلوك غاضب وسلوك ثائر أيضا على منظومات منظومة السلطات المختلفة يعني الإلحار عادة لا يحصل لأنه الملحد أو من يتهم بالإلحار شخص غير مؤمن لا هذا موضوع مختلف هو متمرد على منظومة السلطات المختلفة التي تهيمن على حياته وعلى سلوكه والتي تقف حجر حسرة أمام طموحاته مثلا الأب هو ممكن أن يكون مصدر سلطة قاسية على هذا الشخص ممكن أن يكون المجتمع ممكن أن يكون الدولة أو الله نفسه أو الأحكام الإلهية فبالتالي هذه كلها أشياء ضغوطات هائلة على كل إنسان فبالتالي هو يضطر إلى الخروج على منظومة القيم التي تسمى دين مظلمة القيم والألاقات والأعراف والتقاليد فصل بين الشرعي وغير الشرعي الحلال والحرام هذه كلها أشياء ينظمها الدين وبالتأكيد الدين هو حال حال أي شيء آخر فيه جانب عنيف فيه جانب قسري مثل الدولة بالضبط مديح للدين المستمر هذا مديح لا معنى له ولا قيمة الدين ليس ليس نظاما أو إطارا اجتماعيا متسامحا وكله حب ورحم وتسامح لا هذا كلام سمج ومن يقول هذا كلام لا يعرف الحقيقة الدين لا يوجد معنى من معانيه واحد له علاقة بالمحبة والتسامح ولا أي شيء بالعكس الدين هو حتى المعنى اللغوي والاصطلاحي بقيت تماما عن أي شيء إلى علاقة بالمحبة والتسامح والرحمة بالعكس هو معنى الإذعان والإجلال والامتثال الناس والطاعة بالضبط هو معنى كلمة الطاعة والإصدار العقوبات ومعاقبة من لا هذا معناها اللغوي وممكن تبحثون بأنفسكم عن هذا الموضوع وهذا الموضوع لا يعني فقط بالإسلام حتى تجدون التعريف نفسه تقريبا بالأبريه الأبريه يعني تعني كلمة الدين القضاء يعني قريبة إلى معنى القضاء أو المكان الذي بيت الدين مثلا هو المكان الذي يعني تصدر من عند الأحكام أو مبنى الحكم في المدينة أو في القرية يسمون هذا بيت الدين أيضا بالسومرية الكلمة الدين معناها دي والدي أدنى بالأراق هنا خاصة الدي معناها نطلقها على الحمار عندما نقول له سر للأمام يعني السياسة تجيب المعنى اللغوي لكلمة السياسة العربية وهي أن من يسوس الخيل ويضربها بالكربا أو بالصوت والدي للحمار الذي عادة نقول للدي للحمار للحصان أو للغنم دي دي يعني يمشوا للأمام أو يعني أوامر أنه الآخرين يجب أن يطبقوا هاي الأوامر وهو الدين هو هذا الدين أنه يقود المجامع ويصدر قرارات ومسألة سلطوية صر بالتالي عندما يظهر الإلحاد هو بالضرورة هو نوع من أنواع التمرد على السلطة القائمة السلطة القائمة هي سلطة دينية متحالفة مع السلطة السياسية التشريعية فالملحد عندما يخرج لا يخرج بمعنى هو على الله لا أو يخرج على الجماعة وهذا الخروج على الجماعة كان نذير خطر شديد جدا في المجتمعات القديمة وحتى مجتمعاتنا المعاصرة لأنها ما زالت هاي المجتمعات قائمة على وفق قيم ومبادئ وأفكار القرون الوسطى فبالتالي أن هذه المسألة تشكل خطر كبير جدا والناس تلقائيا يرفضون أي خروج على العراف السائدة والقيم والدين أو المنظومة الدينية التي تتحكم بالناس جميعا فبالتالي هذا الملحد هذا نذير خطر ونذير فتنة وهذا كلام صحيح ولا يمكن الشك فيه لكن المشكلة هو أنه نحن هذه المنظومة الدينية التي ورثناها لم تترك فرصة لأحد لأن يتنفس كتمت نفوس الناس ودائما تطلب الإدعان الشديد بغض النظر عن أي تعاطف مع أي إنسان حتى كلمة إنسان نفسها لا تعني معنى الإنسان الإنساني بالمعنى يعني تمصدر صناعي مو معنى القديم تعني أنه هذا الإنسان هم أوادم يعني بمعنى الآدمي وليس معنى الإنسان المعاصر معنى مختلف تماما هو هذا الإنسان وهذا حيوان وهذا حصان مثلا فبهذا المعنى المعنى العربي القديم هو هذا حتى معنى حتى عدى اليونان أيضا نفس الشيء يعني لا فرق مو مسألة بس خاصة في المسلمين فالإنسان عندما يتم ذكره في القرآن أو يتم ذكره عدى اليونان أو عدى السومرين الإنسان يعني البشر يعني الآدمي وليس الكائنات الأخرى مهم مجرد مسألة تمييز لا يعني إنهم إنسان حقوق إنسان هذا موضوع مختلف تماما يجب تنبيه عليه حتى لا عادة الرجال الدين يخلطون الأوراق في هذه المسألة وبحيث الناس ما تعرف بما هي الحقيقة وعليه وفقا لما تقدمه أقول بأن ظاهرة الحادة التي تتصاعد وتنتشر بقوة في مجتمعاتنا هي ظاهرة أعتبرها ظاهرة صحية ربما بها مساوة لا يوجد حسن جدا حسن كثيرا مثل ما الدين هو نسبة كبيرة جدا عندها مليئة بالمساوة لكن الحادة الآن هو حاجة ضرورية لمقاومة ولمواجهة الدين وأيضا لجعل رجال الدين أو القوة المهيمة على المجتمع الدينية تتعيد حساباتها وتفتح متنفس للناس اللي يعبرون عن رأيهم وأيضا الدين نفسه يطور نفسه وإلا لا يمكن أن تتطور لماذا يعني عندما نجي نراجع تاريخنا لماذا الدين ما زال متكلسا ومتجمدا على ما كان عليه قبل ألف عام لماذا لأنه قمع كل فرصة للإعتراض والتطوير والتطور وأيضا قمع كل فرصة لأن يفتح لأي إنسان فمه بأكلمة أو يقول أن هناك أشياء خاطئة أشياء غير مقولة هناك أشياء خرافية هناك أشياء لا تتناسب مع العصر لا تتناسب مع الحاجات المتجددة للإنسان لا تتناسب مع الظروف الجغرافية والغروف الاجتماعية والظروف الدولية عشرات بل آلاف التفاصيل المختلفة فبالتالي هذا الدين ضاغط على الناس جميعا وما زال يمارس عملية التنشيف تنشيف الوعي وتنشيف كل ما هو يساعد على تطوير الإنسان وتغيير النمط السائد ومعالجة الخيبات والنكسات التي يواجهها هذا الإنسان بالتالي الإلحاد ظاهرة طبيعية جدا وصحية جدا هي أشبه بدولة مستبدة هو الدين هو الدولة يعني حتى عدي حلقة لحظة الله أحب يقول لا وجود لشيء فصل بين الدين والدولة هذا فصل موجود في العالم المسيحي لكن بالنسبة للعرب والمسلمين لا يوجد فصل بين اثنين بل لا يوجود أي علاقة بين اثنين الدين دين والدولة دولة وهذا الدولة في مكان يعني لا وجود للدولة في منظومتنا العربية الإسلامية مفهوم الدولة يعني شيء مختلف تماما عن مفهوم الدولة الحديثة بالعالم العربي الإسلامي حتى هذه اللحظة فالمفهوم إرادة شرح بعد ذلك أتناوله لكن هو الدين فقط لا يوجد لدينا شيء الدين هو الدولة بالضبط كما يقول الإسلاميين إسلاميون وخاصة المتحمسون للدين أو المتعصبون الدين فعلا هو الدولة وهذا أمر بل هو أعلى من الدولة بالمعنى العربي الإسلامي وحتى المعنى المشرقي في هذه المنطقة منذ ثلاثة علاف عام الدين هو الدولة هو المنظومة المعرفية التي تحتوي كل شيء بل أنه هو الذي يشكل ويخلق المجتمعات لاحظوا كلمة خلق الدين هو الذي يخلق المجتمع هو الذي يرزق الناس وبالتالي عندما يقولون الله هو الرازق هذا كلام صحيح لأنه ليس غلط الله هو الذي يرزق لأنه أنت دا ما تكون ضمن منظومة الدولة فالدولة لا يمكن أن تبقى على عقيد الحياة بالتالي من يخلقك هو الدولة نفسها التي تخلقك أنت لا تستطيع أن تعيش خارج الجماعة خارج المنظومة الدينية التي أنت عليها فهو الرازق هو الرحيم وهو الجبار هو الذي يعاقب فهذا معنى الدين الحقيقي يعني هو مصدر كما يقول ماكس فيبر يعني الدولة هي التي لديها الحق في ممارسة العنف التي تشرع للعنف فالدين كذلك بالنسبة للمجتمعاتنا الدين هو الدولة نفسها بل هو أكبر من الدولة معنى الدولة مو الحديث معنى الدولة يعني نوعا ما مفهوم الدولة فقط فبالتالي هاي رادلة شرع شوية بيهم مشاكل وتداخلات كثيرة ممكن تراجعون مفهوم الدولة الدين العراوي بحث لا يعني بحث هائل وكبير جدا في هذا الموضوع فالقضية هو أنه إحنا للحاد هو حاجة أساسية مثل ما قوة المعارضة موجودة في العالم الغربي أو عالم الدولة الحديثة هناك قوة مهيمة سلطة حكومة هناك قوة معارضة شيء من هذا النوع الإلحاد سيكون نوع من التفاعل حيوية كبيرة جدا الناس الملحدين هو مو معنى هما غير مؤمنين لا بمعنى هما متصدين للخطاب الديني الساعد بالمناسبة ماكوش اسمه دين أكو خطاب ديني فقط هذا لا بد أن نفرق بين الموضوعين وأيضا ماكوش اسمه الحاد أكو خطاب الحادي معنى هذا الإلحاد العربي الإلحاد العربي الإسلامي يختلف عن الإلحاد المسيحي أو الإلحاد الغربي الآن المعاصر الإلحاد الآن موضوع مختلف تماماً ما لنا ألاقى بدوكنز ولا بدولة كلهم حاليا الإلحاد العربي الحاد مع التمرد على الدين السائد لكن ليس بالضرورة تمرد على الله وليس بالضرورة تمرد على فكرة الإيمان إنما تمرد على الخطاب الديني السائد وهو ربما الإلحاد نفسه هو الدين معارض معارض ويقول لديه مشروعي الأفضل من هذا المشروع التسائل هي هنا القضية يجب أن نفهم الأمور بهذه الطريقة ونحللها بدلا من أن ننتخذ مواقف متحيزة وتلقائية وبدون تماع وتدقيق علينا أن نفكر في هذه المفردات ونجد الحل عودة للحوار مع الصديق قال ردا علي قال لو لم يكن الدين مفيدا للناس لما استمره بغض النظر عن وجود إله أو الإيمان بالله ووجود إله فهذا الموضوع مهم جدا للبشر وإلا ما استمر الدين حتى يومنا هذا قلت أن هذا صحي الكلام الدين إلى دور كبير جدا في توحيد المجتمعات أو الجماعات لأن الدين لا يكون مجتمعات ولا يكون حضارات يكون جماعات قوية متماسكة هذه المهمة الأساسية بالنسبة له كل شيء آخر ليس بالقدر نفسه من الأهمية للحضارة الحضارة مفهوم حديث بالمناسبة ولا يصنعه الدين تصنعه حركة الناس الحرة التي تختلط مع مجريات الحياة والتجارب والناس وخبراتهم العملية فبالتالي الدين هو ليس فكرة عملية إنما هو مفهوم موضوع مختلف تماما هو شكل البنية الفوقية للمجتمع بالحضارة شيء موجود على الأرض فبالتالي الدين هو ضروري كان وهو كان خلق الجماعات البشرية وهو خلق بعد ذلك تطور الدين نفسي وبدأ يجمع الناس وينشر المفاهيم الدينية والمنظومات الدينية المختلفة على بغض النظر عن انتماء الناس العشائري أو القبائلي أو الجيني أو النسب فالآن الدين الخاصة التوحيدي بدأ ينشر تعاليم بين الناس جميعا بغض النظر عن صلاة القرابة فيما بينهم هذا تطور كبير جدا وهنا أعتبره تطور الدين يعني هذا أقصى تطور للدين ولهذا السبب الدين أغلق وصل إلى حد النهائي لا يستطيع أن يمضي أبعد مما وصل إليه وهذا الاختناق الكبير للدين هو اللي يولد التطرف والعنف والتعصب واللي هو اللي الآن نعاني من عنده الدين عبر تاريخ البشرية بدأ بموارسات بسيطة طقوس وبعد ذلك تطور الموضوع صارت طقوس وتقاليد وعادات المنظومة الدينية صاروا كهنة طلعت نوع من السلطة السياسية صار فصل بين السياسي والتشريعي والقانوني والديني والنظم الزوات الأسرة تطور الموضوع إلى وصل إلى أنه أصبح الدين التوحيد هو ما يعادل الدولة وبدأ يسوي منظومة فقه ويسوي منظومة لاهوتية ويسوي قوائد للتفكير والعمل والتشريع ولكل شيء بالحياة لكن المشكلة الدين كان دائما عدة حد مسألة حدية جدا وأنه لا بد أن يكون لديه ثابت أساسي لا يجوز التغيير تغيير على الإطلاق وهذا الثابت دائما يكون ممثل بإله واحد أو أكثر من إله بأشكال متعددة مثل المسيحية إله واحد له ثلاثة أوجه أو ثلاثة عقانين أو مثل إله المسلمين إله واحد أحد لكن هناك نص مقدس ونبي وصحابه وهذا السيستم بأكمله يشتغل ولا يجوز مسه بأي شكل مشكال هنا هذا المنطقة الدليل على أنه الدين وصل إلى حد لا يستطيع أن يمضي أبعد مما وصل إليه هذا حدود القصوى وهذا هو اللي أعتقد يفسر لماذا في أوروبا ظهرت الحداثة أكو تفسيرات كثيرة خاصة ماكس فيبر طرح موضوع البروتستانتية وقال أنه كانت النموذج البروتستانتي النموذج أكثر ينفتاحا وكان يركز على فكرة العمل والإخلاص في العمل وأعتبر العمل نوع من القداسة وأعتبر يعني الفكرة ما لتبع وقال بأنه ظهور الحداثة بعد ذلك وقيمة العمل لدى المجتمعات الغربية وخاصة كالفينية هذا أدى إلى الظهور الرئيس المالية وبعد ذلك تطورت الأمور في عالم الغربي وتخلص من الدين وأصبح حرا من هذه السطوة الكبيرة عليه النتيجة في رأيي وهذا اللي ما طرحه ماكس فيبر اللي حدث أنه أنه الدين أغلق يعني وصل إلى حد الأقصى ليست المشكلة كانت أنه هناك حركة تنوير فقط إنما هناك عوامل أساسية جعلت الدين يصل إلى حد الأقصى وجعلته لا يستطيع أن يمضي أبعد عليه بينما كانت هناك حاجات أخرى تظهر وتستجد وعجز الدين عن مجاراتها وتوقف يعني هو نفسه توقف إنه الدين هو نفسه مات في العالم الغربي بسبب ظهور الثورة الصناعية وقبلها يعني حركة التنوير والاكتشافات الجغرافية عوامل عديدة تطورت فهذا الدين وجد أنه هو أن ضغط العالم الجديد أو المناخ أو الفضاء المعرفي أو الإنسان الجديد هذا هو اللي جعل الدين يرتبك ولا يجيد التصرف فشكان التخلف الديني أو كيسميه يعني الفكرة الأساسية يقولك هو التنوير هو الذي هزم الدين لا أنا بالحقيقة أقول هو ظهور التنوير وظهور العوامل يعني المفكرين المفكرين الأنوار وبعد ذلك ظهور كانت وقرد التاسع عشر خاصة هذا كله وضع الدين أمام مطب خطير جدا ولم يستطع الخروج منه على الأطلاق وأدى بالنهاية إلى انسحاب الدين إلى الكنائس الخاصة به وانسحابه من الحياة العامة والفضاء العام أو المجال العام بالتعبير بالتعبير هذا كله انسحاب الدين هو بفعل ضغط ضغط المجتمع أو ضغط العالم الجديد الذي خلقته المتغيرات الجديدة لدى البشر فهذا الضغط أبعد الدين عن جميع الجميع تخلوا عنه ليس لأنهم لا يريدونه فقط بل لأنه لا يستطيع أن يقدم لهم ما يحتاجونه بالضبط هو مثل واحد أدى يعني يعني واحد أدى يقدم لك مثلا طريقة محينة بالنقل على سبيل المثال فأنت تجي وسائل نقل جديدة معاصرة طائرة مثلا وأنت ما زلت تستعمل العربة فأنت لا تستطيع تغيير العربة بالتالي أنت يصبح الأمر أنه الآخرين ليسوا بحاجة فقط لأن يقاومونك ويتركونك كما أنت لا أنت تستطيع التطور ولا هو يستطيع أن يستعملك بعد ذلك فتضطر بعد ذلك أو يضطر الجميع يعني أنت موجود تبقى موجود مثل ما الآن كنائس موجودة لكن الناس تقلوا عنها لأنه لا تقدم لهم شيئا إلا النسبة قليلة من الناس اللي هؤلاء اللي كبار في الصين في العالم الغربي بالعالم العربي الموضوع يختلف الموضوع لأنه نحن لم لم تتغير يتغير السيستم الذي نعمل عليه ولم تغير فضاء الحياة العام الفضاء المعرف في تغيرة يعني نظام العالم الأشياء تغيرت لكن الإنسان ما زال نفسه هنا المشكلة الإنسان ما زال نفسه يتعامل باللغة وبالأفكار نفسها لم يتغير لكنه يستعمل أدوات الحديثة وهي التي لا تمثله وتبرها تسخير له وفقا لمعنى التسخير القرآني وهذا المشكلة التي يجب أن ننتبه لها ونعرف الفرق بين هذه والأشياء الأخرى يعني نعرف الفرق بيننا وبينهم هذا يأكد بيننا مسألة الدين بالنسبة لنا ما زالت مسألة حاضرة بقوة وهذه لن تحل هذه المعضلة إلا بوجود من ينافس هذا الدين لأننا لم نوصل بعد إلى مرحلة وجود وجود أفكار يعني مثلا مثل ما حصل بالعالم الغربي يعني اكتشفوا قارات جديدة اكتشفوا قوانين الفيزياء اكتشفوا عرفوا أن الأرض كروية أن الأرض تدور حول الشمس لم يعود الإنسان مركز الكون هاي كلها اكتشفوها فهذه كلها كانت تأكل من جرف الدين واتغيرة لكن احنا كلها نعرفناها لكن المشكلة وين أنه الدين مالتنا يختلف عن الدين المسيحي في العالم الغربي الدين مالتنا يعني حاول أن يقصل أدمغة الناس بكل طريقة ممكنة وهذا الأمر جاري الآن بدليل أنه تعدم شون واحد بالمئة من عدد متابعي القنوات الدينية أو الشخصيات الدينية أو الدعاة الجدد هؤلاء مدعومين من قبل الدول من قبل المؤسسات الناس تتبعهم ليس بالضرورة هم فاهمين الموضوع الشين بسبب بفعل التكرار يومي يرى رجل الدين في الشارع يوميا يذهب إلى المدرسة يرى يفتح التلفزيون أربعين واحد موجود لكن انت متشوف واحد من أمثالي يطلع يوميا مستحيل ولا شوف واحد يعني بالسنة كاملة متشوف واحد من أمثالي يطلع على الشاشة إلا نادر وحتى عندما يتحدث يختارون للتحدث ولتقديم شيء يختارون مؤدب جدا حذر جدا بالكلام ولا يقول ولا يمس الدين بكلمة أي معنى آخر لا يمس السلطة بكلمة كما قلنا أن الإلحاد في رأيه هو غضب وثورة على منظومة السلطات المختلفة فبالتالي نحن عندما نعترض على الإلحاد فبالضرورة نحن لا نعترض لأنهم وقفوا ضد الاستبداد الذي يمارسه رجال الدين داخل مجتمعاتنا بل لأنهم يقفون أو لا يؤمنون بوجود الله وهذا خطأ كبير جدا علينا أن نفهم الموضوع بإمكان أن تقول هؤلاء لا يؤمنون بالله ممكن لكن القضية الأساسية لا علاقة لها بالله ولا بالإيمان الديني لها علاقة بوجود سلطات مستبدة على الناس أنت عندما تقف ضد الإلحاد وضد الملحدين أنت بالضرورة تقف إلى جانب المستبدين هنا القضية الأساسية التي يجب أن يدركها كل واحد ممن يطيل لسانه على من حاول أن يعبر عن رأيه وأفكاره أولا أنت تختصب حقه في أن يبدأ رأيه وثاني وثانياً أنت تتحالف مع المستبد وتعترف بعبوديتك وأنك إنسان عبد يقودونك كما تقال النعاج هذا الأمر يجب أن تدركه مع الاعتذار طبعاً لكل من يعني يتعود على أن يذن نفسه ويكرر كلام السائد ولا يدرك ماذا يقول إنهم بجرد يتبع أهوائه معنى هم يتهمون الآخرين بأنهم يتبعون أهوائهم بالحقيقة من يتهم الآخرين بهذا صفح هو الذي يتبع أهوائه هو الذي يحاول أن يتبع أهوائه وهو رجال السلطة ورجال الاستبداد والدين بشكل عام الملحدون الجدد الآن رغم أتراض طبعاً أنا لا أحب ذالح لأن أعتبره وجه الآخر للدين وأعتبره شيء سيء لكن أعتبرهم هو المعادل الموضوعي أو الواقعي لسلطة رجال الدين وهؤلاء يخففون قليلاً أو يتركون مجال للناس أن يتنفسون ويقللون من سطوة رجال الدين على المجتمع هؤلاء ينتشر مواقعهم يومياً حالياً وكلما ازداد فشل الديني كما قلت لأن الفشل الديني مسألة حتمية لا تقبل الجدل لأنه هذا النظام الديني على النمط القديم لم تعود هناك فرصة لبقائه على قيد العمل وليس على قيد الحياة لا يمكن أن يجد له متنفساً في واقعنا وهذا سبب المشكلة التي نعاني منها حالياً مفهوم السلطة تغير حالياً يعني الدين هو سلطة لكن هذا المفهوم تغير حالياً لم يعد من المقبول أن يتحكم بأمرنا شيخ أو رجل دين أو حاكم في منطقتنا أو في دخل بشؤوننا الخاصة العالم أصبح الآن مفتوح ولا توجد جدران ولا حتى نوافذ بينه وبين كل معلومة أو فكرة أو مكان كلنا الآن الحقائق مكشوفة وحتى الأجساد مفتوحة ما هذا ممكن أنه تضع حجاب على أمرأة أو تضع على نقاب كل عضاءها الجسدية مكشوفة كل شيء مكشوف لم يعد هناك مجال لأن نمارس المزيد من القطر والتحجيب العالم الآن في قدر كبير من الشفافية من يتصدع أو يمنع هذه الشفافية من التواجد أو الاستمرار أو الانطلاق هذا سيخسر خسارة عظيمة طبعا هذا ولد هذا العالم الجديد اللي نحن كل نحن ضمنه من خرطين شيئنا ما بينها كل متدين كل ما تشعر لكن كل نحن أبناء الحداثة وأبناء هذا العالم الحديث لا تستطيع أن تقول أنا ابن الزمن الخلفاء الراشدين ممكن أن تصرخ وترفع شحارات الإسلام والحال لكن بالنهاية أنت تبقى إنسان حديث شيئتا ما بين يمكن أن تكون إنسان قديم وتعود إلى الزمن القديم تكون كذاب أو مغفل أو مستخفل على كل حال هذا أدى بالنهاية إلى وجود تنافس صحي بين مختلف أنواع السلطات على كسب صوت الإنسان المعاصر أو الفرد المعاصر لأنه ما كان لدينا فرد بالسابق لدينا الفرد الصمد هذا الفرد هو كان الواحد إلى حد الله ولا فرد غيره على الإطلاق هذا هو هو اللي كان يشكل كما يقال يعني هويتنا وهذه الهوية المزعومة هي هوية أحنا نفتخر بها بدأنا ولكن بالحقيقة الدين لا يشكل هوية الدين يشكل قطيع الدعاء بوجود هوية هذا مسألة مزيفة ولا قيمة لها والدين لا يشكل أيضا أفراد إنما يشكل جماعات يشكل قطعان يشكل جماعة يشكل كنيسة كنيس هذا الوظيفة الدين بدلها هذا السبب وهذا 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 من الأسباب الأخرى التي استدعت انتهاء دور الدين في عالمنا المعاصر هذا الهوى اللي يتحدث عنه الهويتنا أو الهوى اللي يتحدث عنه الدين هو المقدس يعني هذا كان مقنع للناس وكان قادر على الحياة والتواصل والحضور في العالم وفي داخل يعني في جماعة داخل جماعة البشرية واستطاع أن يولد كثير من هويات المتصارعة هذا المسيح هذا المنوي هذا الفرق المذهبية كذا هذه كلها بدت يعني كلها كانت تسير ضمن فضاء أو نهر بدائي ما عاد قادر على أن أن يجلب الماء والمياه الجوفية أو المياه السماوية له بدأت ينابيعه تجف ولم تعود أمامه هذا النهر القديم الديني القديم أي فرصة لأنه يستعيد هويتها القديمة ما عنده غير فرصة واحدة فقط أن يواصل النضال من أجل النضال من أجل أن يبقى على قيد قيد الدين لأنه لا يستطيع أن يخرج من قيده وإلا يعني هو هذا لبس للرداء في الدين ولا يستطيع الخروج وإلا مات وانتهى في الختامة أتحدث عن موضوع عن موضوع الإيمان والدين والإرحاد هناك فرق بين الكريم عندما نقول هناك ملحدون ولا يؤمنون بالله فهذا كلام أين نضعه أن نضعه مقابل للدين عندما نقول هذا رجل متدين أو هذا مسلم أن نعتبر الملحد هو مضد المسلم هذا كلام غلط وغير صحيح ولا وجود له يجب أن ندقي في هذه الأبارات الملحد ليس هو ضد الدين بالعكس الملحد هو ليس ضد الإيمان هنا تصبح المشكلة كبيرة جدا الملحد هو ضد الدين عفوا أنا غلطت الملحد هو ضد الدين وليس ضد الإيمان لأن الإيمان هو فردي بطبيعته لا يمكن أن تعتقل ضد الإيمان الإيمان لا يستطيع أن تقول بأن هذا الإيمان هو مسألة خصتك لأنه ما يدخل بك أنا مؤمن بقضية معينة فأنا ما عندي مشكلة بك فالإلحاد والدين كلاهما حالة لها علاقة بالمجتمع والجماعة البشرية التي تحاول أن تنظم علاقات فيما بين أفرادها فبالتالي الدين هو سلطة استبدادية وأنا أتحدث أن الدين هو الدولة نفسها في المنظومة العربية الإسلامية خاصة فهذا المنظومة هو الملحد يتحدها هو المعارضة الخاصة بها المعارضة السياسية بمعنى السياسة الحقيقي فالدين يحاول أن يسيطر ويهيمن على الناس وهذا من طبيعتها هو هكذا وهذا مو شيء سيء بالمناسبة يعني مو بضرورة سيء لكن الآن سيء في عالم المعاصر سلطة الدين على الناس سيء جدا ومدمرة طبعا وهذا شفنا النتائج موجودة لكن هو يعني الدين هو يقول لك أنا ده سيطر من حقه لكن هذا الدين ماذا يفعل يدمر يعني يدمر قدرة الناس على أن فرصة على حماية ممتلكاتهم يعني أنا ما ممكن أنه هناك الدين يمتلك السلطة فهو رح يدمر كل المؤسسات القانونية لا يمكن للدين أن يعيش ضمن وسط قانون موجود وموضوع فيسيطر على الدولة يغير أحكام الدولة يدمر القانون يدمر كل شيء فبالتالي الناس يضيح حقوقهم ولا يمكن لأي دين عن الإطلاق يعني شاء من شاء وأبا من أبا لا يمكن للدين أن يكون جزء من العالم المعاصر والحياة المعاصرة لأنه لا يضيح حقوق الناس قانون يدمر يعني كيف ممكن إذا هو يقول لك أن أكو أمر إلهي أنا آخر أموالك وآخر كل شيء وغير قرارات كما أشاء ما كان لديك منظومة قانونية فبالتالي يدمر tới الفكرة هو أن الدين وللحاة هو ضد الدين هو المضاد للدين لكن الحاة ليس مضاد للدين والحقيقة أنه الإيمان هو ضد الدين الإيمان نفس ضد الدين أنه كل شيء ضد الدين أو الدين هو ضد الإيمان وعندي حلقة إنه حلقة إنه الإسلام هو عدو الإيمان نشرتها قبل سبوعين أو عشر أو يام مع الأسف كان شوية تقطع بالصوت بس هي حلقة نعتبرها مهمة جدا وأدعو جميع المتابعتها لأنها تعبت عليه كثير بصراحة وفيها تفاصيل غير مسبوقة تقريبا على حد علمي غير مسبوقة لا يعني أنها جيدة لكن بمعنى المعاني هي غير مسبوقة بطريقة من الطرق هنا يجب كما قلت أنه وضع الفرق بين الإيمان والدين وال الإلحاد فقلت بأن الدين هو ليس مسألة فردية إنما مسألة فرض سلطة وماكو دين يفرض حضوره أو استبداديته إلا بالقوة وبالتالي عندما يمارس هذه القوة لا يحتاج الإيمان بالضرورة يجب أن يتخلص من الإيمان أو يحجم الإيمان مثل ما يحجم الإلحاد فهو كلاهما عدو الدين الإيمان والإلحاد علينا أن نفهم هذه القضية وأتمنى الكثيرين يتأملون بهذه الفكرة لأنه سيجدون تنز من الأفكار من خلال هذه الثلاثية والدليل يكفي أن نقول دليل واحد أنه التكفير الدين ماذا يفعل يكفر يضع حدود يضع حقوبات يضع حد ردة يغسل أدمغة الناس وأراويكم هاي الصورة حتى تعرفون الحقيقة بأنفسكم شوفوا هاي الصورة هاي الصورة شنو بغض النظر عنيشة دعونا من الحجاب دعونا من خرافة الحجاب فريضة دعونا من هاي الأشياء كله ما معنى أن يأتوا أطفال بهذه العمر يتم تهجيبهم بهذه الطريقة وفرض الصلاة عليهم منذ الطفولة ما معنى هذا هل هذا الرمز للعفة من يشرح لي هذه القضية ما لده خلونا من الحجاب سيتحدث بعض قلت له هذا شيء جميل وعظيم وهذا راح يتعلمون من الطفولة على الحجاب وكانما هذا شيء راح الأمة العربية الإسلامية راح ستتصل إلى القمر وتعبر المنظومة الشمسية هذا غسل أقول يسمونه فبالتالي هذا الدين 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 الذي يحجب الأطفال بهذا العمر بهدف أن يحول الجميع إلى قطيع تابع للإمام أو للشيخ أو للخليفة هذا الدين لا يستحق أن يبقى في عالمنا المعاصر لم يعد هذا النموذج ناجحا في حياتنا المعاصرة قد يبرر الرجل الدين هذا السلوك كما ترون يبرر بألف تبير لكن هذا النموذج لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة أو البقاء في عالمنا المعاصر هذا النموذج لا يمكن هو الأقصى شيء قد من الدين إنه يقود الناس كما يعتقاد النعاج ويحول هؤلاء الأطفال المساكين أو يستولي على أرواح هؤلاء الناس وأسادهم ويحجب أساد هذه البنات كما ترون ويحاول أن يستثمر يعني كما يستثمر القطية الغنم يجب أن يتعامل يعني الدين يجب أن ننحي عن حياتنا لأنه ما عنده غير طريق غير يحول الناس كما ترون إلى رعية رعية وراعي هذه الثنائية الأساسية للدين رعية وراعي الرعية حالة واحدة لا يوجد تمايز بين الجميع لا توجد صداقة بين الأفراد هناك لكل أخوة يعني كلهم نسخة واحدة متكررة وهذا النموذج كارثي يعني بصراحة لن نتحدث عن الحجاب الموضوع مو حجاب فبالله عليكم الملحد الذي يخرج ويرى هذه الصورة أي إنسان عنده ذرة إنسانية ذرة تفهم يدرك بأن هذا الموضوع كارثي موضوع استبداد دفتاتورية عنيفة ومتطلبة وتتغسل دماغة الناس وتدمر إنسانية أي إنسان هذا الوحدة كافية لأن يدل على حقيقة الأمور المهم بالنهاية هذا أترك السؤال لجميع أقول له جاوبني على هذا السؤال الأخير أترك هذا السؤال وأتمنى الأصدقاء يجاوبون عليه أسئله وأقول له هذا إيمان أم غسل أقول ممنهج وتدمير لإنسانية أي إنسان شكرا جزيلا وأسفل الله مع السلامة شكرا جزيلا وأسفل الله